على طول الحدود البرية والبحرية للعراق تنشط شبكة معقدة ومنظمة مختصة بعمليات التهرب القمرقي ملايين الدولارات قيمة الأموال المهدرة يومياً والتي من المفترض أن تدخل إلى خزينة الدولة لكنها تذهب إلى جيوب مسؤولين وموظفين تابعين للأحزاب الفاسدة يعملون في تلك الشبكة بحسب أحدث تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية الوكالة نقلت عن موظفين في هيئة الجماري تأكيدهم أن شبكة التهرب القمرقي هذه لا توصف مشبهين إياها بشريعة الغاب إن لم تكن أسوأ من ذلك حيث يعمل أعضاء في الأحزاب أو أقاربهم ومعارفهم كوكلاء حدود أو مفتشين حيث يتقاضون مبالغ مالية من المستوردين الذين يريدون تجاوز الإجراءات الرسمية أو نيل حسم على الرسوم ولا يقتصر الأمر على احتكار واردات البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية بل يتعدى الأمر ذلك إلى تزوير الأوراق الرسمية للسلع عبر تحريف نوع السلعة المستوردة أو قيمتها الإجمالية مما يؤدي إلى خفض قيمة الرسوم القمرقية الواجب دفعها من قبل التجار تواطئ منظم بين مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين يديرون نظاما يساهم في نهب الدولة وفقا لتصريح وزير المالية الحالي علي علاوي ويقابل ذلك عجز من الحكومة الحالية عن مواجهة تلك الشبكة أو التحكم بمواردها المالية التي تتوزع على أحزاب وميليشيات مسلحة موالية لإيران حيث تتقاسم هذه الجهات السطوة على المنافذ الحدودية وتختلص عبرها ما أمكن من الأموال تدهور الوضع في المنافذ الحدودية وصل إلى درجة أن اشتكى أحد عناصر الأمن في المنافذ لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الوضع يمثل فوضى كبيرة باتت السيطرة عليها شبه مستحيلة بينما يدفع المستهلك في العراق ثمن كل هذا الفساد الذي أصبح أمرا واقعا في عراق ما بعد عام 2003 وثلاثة